مع تكثيف المرشحين لحملاتهم الدعائية في الشوارع والأحياء السكنية تتخوف الأوساط الشعبية من استغلال الأماكن العامة والخاصة فضلا عن الجزرات الوسطية للترويج الانتخابية أمانة بغداد أكدت وجود تنسيق مع مفوضية الانتخابات لتخصيص مساحات للدعاية ومحاسبة المخالفين لذلك لتنظيم العملية الانتخابية لهذا الموضوع نريد أن نخلي أماكن محددة بطريقة نظامية حتى نشوه المشهد الحضري لمدينة بغداد العمل الحالي أيضاً المواطن يشعر بحيادية أمانة بغداد تجاه هذا الموضوع وأيضاً تعامله بمسافة واحدة من جميع المرشحين نرفع المخالفين إلى المفوضية المفوضية حسب ما أبلغني سيد رئيس سيد المفوضين هناك إجراءات حاسمة وصارمة بهذا الموضوع حتى تصل إلى حد السجن يعني تعتبر جنحة في حالة مخالفة الدعاية الانتخابية وإضافة إلى عمل اللجان المكلفة من قبل المفوضية لرصد المخالفات الانتخابية فإن المفوضية تتلقى الشكاوى بطريقة مباشرة من المواطنين وتعرض على جهات قانونية للبت بها فيما ترحل القضايا التي ترتقي إلى مستوى الجرم الانتخابية إلى المحاكم المختصة لإزدار قرارات قضائية قد تصل العقوبات فيها إلى حد الاستبعاد والحبس وجود الدعاية الانتخابية الحملات الانتخابية ولسقها في غير المكان المخصص يعني ارتكاب جريمة من الجرائم الوردة في قانون الانتخابات اللي يتمرر معاقبة المرشح حتى لو فاز المرشح يعاقبه سنة حبس أو غرامة علما أن بعض قوائل الانتخابات تشتب تستبعد اسم المرشح اللي يلجأ إلى كما يقال استحوال على ما العام أو ما الخاص فيضع دعاية الانتخابية بيأتي آني ما من حقه لكن يقدر يحصل موافقة نعم وبينما تكشف المفوضية عن تسجيل عدد قليل من المخالفات حتى الآن إلا إنها ترجح تصعد المخالفات في الأيام الأخيرة التي تسبق يوم الاقتراع من بغداد حسن الفواز العراقي الاخبارية